في ستات بتبقى رفضة تماماً إنها تقدر تساعد مادياً مثلاً في بيت جوزها وحق مشروع تماماً وممكن تقول أنا عمري لو تحطيك في الانتحان ده مش هشتغل ومش هساعد بس ممكن بعد سنين طويلة من المواد ده ولا إشفى لو جوزها حصل له حاجات ممكن تلاقيها بين نفسها نادلة تشتغل عشان تساعده طب حتى برضو بشوف ناس بتحط شروط للخلفة يعني أنا بشوف دلوقتي شباب يتقولوا إيه أنا مش هخلف قبل سنتين تلات فأنا أقول لها هو أنت يا بنتي تي حاجة بقيت ربنا أنت ضمنا يعني ما ياما ناس منعت وبعد كيها جدت تخلف ما عرفتش تخلف فهل أنت شايف كراجل كأحمد إن أنا ممكن كمان أحط الحتة دي تتحطي ما بين أو لا طيب بصي في حتة دي ونختلف عليه في حاجة تيجافين نختلف بقى عليها شرعاً ونختلف عليها طباعاً ونختلف في أكتر من برسباكتف بس هي النقطة ده نابع من فيني فاني نابع أن أنا اللي داخل تجربة خطوبة يبقى عنده فترة بروبيشن كده إذا هو إيه هنتفق أو مش هنتفق كتير من الأزواج لظروف كتير بيبقى الجواز ما حصلوش تحضير كافي ففي ناس بتبقى خايفة إنه هو ما يحصلش اتفاق ويبقى في معاهم طفل ما تحملش ده فهو الطلب فكرته مشروع يعني أنت شايفين ده طلب مشروع الطلب فكرته فيها خير إنه هو يعني قبل ما نكمل في حياتنا ولو جاية من هذا البرسباكتف من وجهة نظري إنه لو جاية اللي هو لغاية لما نطمئن إن كل حاجة تمام نبدأ نتكل على ربنا ونخلف لكن في ناس عندها مشكلة إن أنا عايزة أعيش العشنات أو التلتانيات من وجهة مخلف ده البرسباكتف تاني أنا شخصيا كوجهة نظري يعني ما ارتاحش لما حبش ده ومن منظور إن أنا ماديا لسه مش تمام عشان أقدر أوفر له حياة كريمة لطفل أنا معاه أنا بقى بص يقولك هيجي تاني إحنا بنتكلمش بفيش هنا صح وغلط أنا بالنسبة لي هقولك لأ يعني الواحد بيتكلم على ربنا وبيجي بريز وممكن حد يفكر كده وإحنا متربين عليك اللي هو وفي حد اللي هو إيه دايما عندنا إعقلها وتوكل يعني يعمل عليك وخلي زي ما بيقوله يعني يعمل عليك وخلي ربنا يشوف شغله لأ وأنا كمان بشوف إن ده ماينفعش يجي من الراجل للست يعني إحنا جتلينا مشكلة قبل كامل 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 حلقة إن دكتورة صيدلانية وتجوز الدكتور أنا بكلم ليه ده كترة أيها هو الإدوكيتد فمستوى الصقافي تمام وكل حاجة وتجوزه هو وشارط عليها قال لها أنا مش هخلف غير مش قبل سنتين غير لما اطمن معاك الحياة مش هزاي ما هيبقى بصي في تفصيلة في تفصيلة كده دايما أتذكر فيه مثال كده أو حكمة قديمة اتقالت لي أسلوب الأولان أيها أسلوب الكلام أسلوب الشروط عشاني أقولك أنت لما تتقال إحنا بنحب إيه نحبش إيه غير كلمة الشروط داي الحكمة دي أتذكرها اللي هو الملك اللي حلم أنه هو الشجرة كلها متبقاش فيها غير شفرع واحد ففيه واحد قال له يا وزير أو يا ملك أنت هتشوف كل ولادك وكل أحبابك يموت وانت هتموت بعدهم كله آه فأتله فجاله وزير تاني قال له يعني يعني أبشر فأنت أطول أهلك عمرا آه يا رجل يجي يقولي أنا مش هخلف منك دي إهانة الكرامات طيب أنت متجوزني ليه ما أنا مش عايز تخلف مني ما بقولك طريقة دايما طريقة الحوار بيفرق في تفكيرنا كلنا أنا بقول ده بس عشان ده شرط ما ينفعش صعب هو شرط صعب شرط ما ينفعش تقوله لأي واحدة أنت داخل ترتبط بي شرط صعب